السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم بعضياتنا صاب لي ملح بملعقة زبدة فقط وبطريقة جد جد سهلة وبمكونات متوفرة في أي بيت نتمنى أنكم تجربوهم وإلى الإعجاب ديلكم وده نخلكم مع المقادير والطريقة إذن عندي هنا نصف كيلو من دقيق الأبيض الخاص بالحلويات كذلك عندي الملح الهريسة نصف ملعقة صغيرة ورصة التومة صغيرة محكوك ومعلقة كبيرة ديال التوابيل الدجاج أو التوابيل ديال المكسيكية كذلك عندي هنا يمعلقة كبيرة ديال الزبدة كيف ما كتشوفو أي نوع ديال الزبدة بغيتوا تخدمو بيها مكمناش 100 جرام في الوزن دياله ومنطبيل الحد تكون بحرارة المطبخ كذلك نحتاج البيضة كاملة زولت شوية ديال بيض البيض اللي غدي نحتاجو من بعد عندي هنا ثلثة الفرماجات أي نوع كتت تحبو تستعملو وكذلك واحد صشي ديال الخاميرة الخاصة بالحلويات من فئة 8 جرام يمكن لكم تضيفو كتر من ثلثة الفرماجات كيبقى لكم الإختيار من طبيعة الحال والماء باش نجمعو الخاليط يضان على بركاتي الله كنا ناخدو الدقيق ديالنا كنضيفو لي ملعقة زبدة كبيرة والتوابيل اللي شفنا مع بعضياتنا بالنسبة هنا يستعملت توابيل ديال الحم يمكن لكم تستعملتوا توابيل الدجاج أو توابيل ميكسيكية كيبقى لكم الإختيار من طبيع الحال يضان كنضيف المقادير كاملة اللي عندي اللي عندكم تتماغو برا نضيفو كل شيء و معي القادية السكر اللي ينسيت لاني يضفتها هنا ينسيت ما ذكرتهاش ما ذكرتهاش في المقادير وسوف نخلطو هاد المقادير كلها مع بعضياتها بالأصابيع باش نضمنو يعني يتلبس لنا كلو بهاد المقادير وبهاد التوابيل على هاد الشكل كيف مما كتشوفو صافي كان بدا نضيف الماء شوية بشوية الماء عادي كان نضيف شوية بشوية إلا كالحاس تخم بزاف ديرو الماء بارد كان نضيف المحتة كتجمع لي العجينة ما تكتروش ما تكونش يعني العجينة خفيفة واخد لكوها مماشي مشكل هذا هو القوام ديلها انا فقط جمعتها كما كتشوفو القوام ديلها سوف نتلقو العجينة ديلتنا ردي نقسمها على جوج ممكن لكم تلقوها كاملة ضقها بحدا كيبقى لكم طبيعة الحال الاختيار غادي نطلقها وغادي نطويها على شكل مسمنا او لرغيفة كياني كانت لقها غير شوية ما تكون شوية مش بدرورة نرققوها بالزيف صافي كانستمر ممكن لكم تستعنوا بالدقيق إلا كتلسق لكم العجين كانت طوي على هات الشكل كيف ما كتشوفو ياني بحال الرغيفة او لمسمنا كتجد العجينة أكتر من رائعة واقتصادية صافي كانستمر نفس العملية غادي نخدمها بالكورة الثانية كيف ما سبق يذكرت ممكن لكم تديروا كورة بحدا فقط لسهيل الخدمة استعملت جوج كورات يعني قسمت العجينة ممكن لكم تخليوها ترتاح شوية عدا باش تلقوها إذا كانستمر على هات المنويل تاكن نطلق العجينة الثانية وكانت طوي بنفس الطريقة إذا هنا من اللي يكملت غادي نبدأ نخدم مباشرة يمكن لكم تخلي واحدة ترتاح باش تسهل لكم الخدمة أنا غادي نطلقها مباشرة في الورق دي الزبدة اللي غادي ندخل الفران من الأحسن استعملوا جوج يعني جوج يعني درو العجينة ووسط الورق دي الزبدة وخدمو أولا يمكن لكم درو فقط فوقها بلاستيك باش تسهل لكم الخدمة وطلقوها على هات الشكل دو السمك رققوها إلا قد تطرق قوها كتر من هككة رققوها باش كي يجيو يعني مقرمشين سافي من بعد ما اطلقت نقطات الجوانيب باش نعود نجمعهم در سوموسط الكورة اللولة عندي بياض البيض اللي ينقص شوية مبياض البيض ازدع لهم سوس سوجة ممكن لكم دفوا فقط الخل إلا ما متوفراش السوس السوجة سافي خلطتم زيان دك بياض البيض وغادي ندهن الواجه ديال العجينة ديالتي كاملة هكا باش كان ضمن ادوك الحبوب اللي غادي ندير من فوقهم من فوق العجينة يتبتوا لي مزيان وقبل ما غادي ندير الحبوب عفوا غادي نقطع العجينة يعني الشكل اللي كتحبون شرائط طويلة او لمربعات او لمثلاتات كيبقى لكم الاختيار يعني هكا كان ضمنو ما يوقعش لنا مشكلة في التقطع اللي سبقنا يعني الحبوب الحبوب اللي درنا مثلا نزرع من فوق عالا جي نقطعو كيعدبنا شوية من الاحسن قطعوا العجينة ديتكو عادة باش غادي تستعملوا الحبوب بالنسبة للحبوب عندي هنا حبوب مخلطة عندي زنجلان البيض زنجلان العادي الحب السوداء حبوب البوافو بودو الخشخاش وعندي الخضر المجفافة كيمية منها وكذلك زريعة نور الشمس وزريعة القرعة يعني اي حاجة يمكن لكم استعمل مش بضرورة تستعملوهم كاملين يمكن لكم تديروا فقط زنجلان بالنسبة لحبوب عفوا الخضر المجفافة رهم توفرها في الأسواق في المحلات اللي كتبع تشيديا الحلوة كي يجيوا رائعين في الموم اللاحات نصحكم تجربوهم إذا غادي نستمر غادي ندير نسبق يعني باش نسهل العملية غادي ندير حبوب ديال زريعة القرعة هي اللولى لأنها بحكم أنها حبة كبارين نضمن أنها تكون وسط سابلي ديالي صافي وكن ندير باقي الحبوب كيف ما سبق لذكر سيمكن لكم تدير فقط نوع واحد غير زنجلان بوحد ديال راح تهو قادي الغارات طبيع الحال من اللي كتدير وأنواع آخر كتزيد اللذة وكي يبقى لكم الاختيار وحل حساب الموجود من طبيعة الحال صافي غادي نستمر غادي ندير ندير حبوب زرعة نور الشمس هندير كتباع منقية لديه الخاطر يشريها ما عنده مزرعة ونقية ولكن تسهيل العملية وتوفير الوقت راح موجود كتباع المحلات اللي كيبيعو هاتش ديال الحلوة راح ما غالي يش بزا في خمسة درهم فيها الخير يعني تقضيو بها صافي أنا كملت دابع الجميع الحبوب بدرت يعني العجين أزبجوجهم طلقتهم الفران تكون سخون وكن نقص على عفية مهيلة باش نضمن الصاب لي يجينا مقرمش ضروري العفية تكون مهيلة وكن طيب طيب عادي الفوق حتى يتحمر تحت يالو وكن هبط إذن هدو هما القريش لات الملحين أو الصاب للمالح كيف ما كتشوفوا كمية تبارك الله كثيرة وقت واجيز بدون يتعب يعني ما شي شي حاجة اللي فيها الخدمة أو لكتتاخذ الوقت بزف كيجيوا ورائين في المضاق نتمنى أنكم تجربوهم وإلان الإعجاب ديلكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تضيعوا ودائعوا اشتركوا في القناة موسيقى